اشتركوا في القناة اليوم توقعتنا اليوم الثلاثاء 18 كانون الثاني يناير القمر موجود الآن في برج السرطان ورح ينتقل في ساعة الصباح لمرج الأسد طبعا القمر بما أنه موجود ما بين الانتقالين أو ما بين البرجين معناته رح يكون الآن في منزلة الجبهة لغاية الساعة 48 دقيقة من مساء يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش بعدها رح ينتقل لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح منزلة الجبهة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر بما أنه موجود في برج السرطان لغاية ساعات الصباح معناته رح مثل الأيام الماضية بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلا ولا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه أو في موبايله أو ممكن ذكريات معينة يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا بحيث أننا نشعر بحافظ لالتهام الكثير من الطعام وعلينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا في هاي الفترة شراء عقار أو الانتقال لبيت جديد أو زراعة نبت ماء أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا أو قضاء وقت ممتع بالبيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاويتين هدولة منذكرهم كل يوم لا حديث ما تنتهي فعالية أي زاوية بعدين ما نوقف عن ذكرها طبعا الزاوية هاي آخر يوم لإلها يعني يوم 18-1 بنتهي تأثيرها في آخر ساعات 18-1 هاي الزاوية زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين أورانوس وهي اللي بتخلينا شوي عنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل لبعض المسائل كما أنه بتجعلنا عصبيي المزاج ومنرتكب الأخطاء والتهور بقراراتنا أو بتصرفاتنا وهذا وقت غير صالح للشراكات طبعا هي لها علاقة بالتقلبات اللي بالمناخ بشكل ملحوظ في أغلب الدول وبتشهد هاي الفترة بعض الاحتجاجات ومظاهرات في بعض الدول احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل وحوادث على الطرقات بشكل مفاجئ ومرعب وبتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابعة القضائية أو للاعتقال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهذه الزاوية تأثيراتها راح تستمر لغاية يوم عشرين واحد وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين البلوتو طبعا هي سبب بعض أعمال العنف اللي ثارت في بعض الدول لأنها بتثير أعمال العنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بالنسبة لأنه إلها علاقة بشغلات إلها علاقة بالإرهاب زعزعة الأمن بس هي التركيز الأكثر على الأمور الطبيعية اللي هي أمور إلها علاقة بالحرائق والظواهر الطبيعية زلازل براكين التعري حتى بالتقلبات المناخ والطقس أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل طبعا في زاوية إحنا ذكرناها يوم أمس عشان هيك فيه أشخاص سألوني عنها وحابب أني أعقب عليها على أساس أنه تنفهم بشكل جيد أول إشي إحنا لما بنحكي عن اكتمال القمر 14 يوم بالعادي بالمنطق الناس بتحكي أنه قمر 14 أو طلعت عليها كلمة القمر 14 يعني بدر فبيجي بلاحظه سعيد لما بيجي بحكي بحكي اليوم 16 القمر بدر أو اليوم 15 القمر بدر أو اليوم 17 والقمر بدر يعني تتراوح ما بين الأيام ليش أنت بتختلف عن العرف أول إشي إحنا بنحسب توقعاتنا فلكيا ما إلنا علاقة لا برؤيته ولا وأنا بتطلع في السماء هيك شفته بدر وبحسب وكتيش الهلال زي ما بنحسب بطريقة الدول العربية أو دول العادية يعني إحنا بنحسبها ورق وقلم حسابات إمتى بأولاد هلال ومنظل نحسب لعند إمتى بيكتمل هلال ومنعرف كل يوم يديش بيصير ويديش عمره فلو يجينا قلنا أنه كل شهر أنه القمر 14 القمر 14 يعني كل أشهر السنة عبارة عن 28 يوم لأنه بدك تحسب أنت الحديث اكتماله 14 يوم والحديث ما يختفي 14 يوم هاي 28 يوم وهذا طبعا كلام مش منطقي لأنه في أيام تيجي 28 في أيام 29 في أيام 30 فعشان هيك اللي هي الأيام القمرية فعشان هيك إحنا حساباتنا إلها علاقة بالفلك ما إلنا بالرزنانة ولا إلنا علاقة بالناس كيف بيحسبوها بطريقة الحامية فالحسابات الفلكية هي دق بالنسبة لتحديد الأيام وعمر القمر ويديش حجم القمر خلينا نكمل بالنسبة لزاوية اللي ذكرناها يوم أمس اللي هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الشمس وزاوية التقابل يعني اكتمال القمر بدر واكتمال القمر بدر رح يكون مساء الليلة موعد بث الحلقة اللي هو الساعة 11 و 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني قبل منتصف الليل ب12 دقيقة بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 2 إلا 10 بتوقيت الأردن يعني بعد منتصف الليل لو الواحد تطلع على القمر في هذه اللحظة طبعا قبلها عند الشروق بتشوفه أنت مكتمل ولكن هو فعليا بيكون ناقص درجة أو درجتين معنى الاكتمال يعني بيكون 99% 98% ولكن في الساعة 2 إلا 10 أو 2 إلا 12 دقيقة عشان يكون واضحين بتوقيت الأردن بيكون القمر اكتمل بدر كامل أصبح 100% يعني بعطي نوره فهذا الاتصال لأنه حالي سلبية فبيخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين طبعا بعد هاي الزاوية بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار الساعة 11.48 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى صباح يعني حتى الساعة 4.3 دقائق صباحا من صباح يوم الثلاثاء بيصير القمر انتقل وأصبح في برج الأسد يعني الفترة المذكورة ما بين الساعة 11.48 دقيقة للساعة 4.3 دقائق بتوقيت جرينتش فترة سلبية لا يصلح البدء فيها بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في الساعة 4.3 دقائق بتوقيت جرينتش صباحا بيصير القمر في برج الأسد فعشان هيكي بتتغير طباع الأمراج طباعنا كلنا هيكي بدخل في نوع من أنواع التغيير فبيصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب فبوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل ما بعد الانتقال هي زاوية راح تصير في ساعات العصر فعشان هيك تأثيراتها من ساعات الصباح يعني عند شروق الشمس لغاية ما بعد الغروب يعني لغاية تقريباً نقول يعني الساعة ثمانية الساعة تسعة بتوقيت جرينج فهاي زاوية زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استعظار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع الحدث اللي راح يصير ما بعد الهزاوية هاي هو انتهاء تراجع أورانوس أورانوس اللي راح ينتهي تراجعه ساعة أربعة أو ستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج راح يرجع للحركة الأمامية وطبعاً راح يستمر بالحركة الأمامية في برج الثور لحديث التراجع الخادم يعني فيه له تراجع كمان في هذا العام التراجع هذا راح يكون يوم أربعة وعشرين ثمانية يعني بيكون في بيبدأ في أربعة وعشرين ثمانية وبيستمر إلى ما بعد شهر ثمانية بخمس شهور يعني مدة تراجع الأوطارد دائماً خمس شهور فعشان هيك راح يستمر التراجع القادم من أربعة وعشرين ثمانية لغاية العام ألفين وثلاثة وعشرين بالنسبة للأعراض الأعضاء اللي في جسمها اللي شوي بتكون أكثر حساسية خلال هذا اليوم أول إشي لغاية ساعات الصباح من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح الأعضاء المعرضة اللي هي المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق هذولا والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر هذولا أكثر الأعضاء اللي بتكون حساسة بغاية ساعات الصباح بعدين بصير الأعضاء الأخرى اللي هو بعد انتقال القمر للأسد القلب والشرائي الشريان الأورطي الدهرة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان فهي الأعضاء أصبحت أكثر حساسية عشان هيك يلازم نوفر لها العناية الإضافية واللي بيشعر بإشي غير اعتيادي يراجع الطبيب لأجل أخذ العلاج المناسب بالنسبة لهذا اليوم طبعا احنا ذكرنا في حلقة الأمس أنه أنا كطبيب غير عن أنا كفلكي يوصى بجراء عمليات جراحية دون الأعضاء اللي ذكرتها قبل قليل وخصوصا في فترة خلو المسار إلا للحالات الطارئة طبعا في كثير من الفلكيين اللي هم على العلم القديم بقولك أنه في فترة كتمال القمر بصير فيه نزيف وهذا الاشيء صحيح ولكن احنا الطب تطور عنا فأصبح عملية أعطاء قبر أثناء العمليات أو قبل العمليات لوقف النزيف أو لزيادة تجلط الدم صارت واردة حتى اللي باخده مميع الدم ممكن أنه يتسيطر على عملية النزيف في حل عمليات الجراحية الملحة فعشان هيك يعني ما بقدر أقول أنه ما تعملوش أو اعملوا على الجهتين يعني الأمر بحير بالنسبة لي أنا بقولك اعمل ما تخاف يعني ولكن فلكيا بقولك ما تعملش فأنا هنا بأخذ العامل الوسط اللي هو عامل الأشخاص اللي عندهم تكسر في الصفائح أو عندهم بالطبيعة طبيعة جسمهم ميوعة بالدم هدول الأشخاص إذا ما كانت العمارية اضطرارية يعني يأجلوها لحديث ما ينزل القمر من افتماله شوي أما المضطرين على العمليات يعملوها وما يخافوه بالنسبة لعمليات التجميل طبعا أكيد ما زل زهرة بيتراجع فعشان هيك يحول غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن يصلح لإزالة الشعر الزائد مثلا لأنه أنت حاسة القمر هاي وبرضه عند مراحل الاتمال شوي بيكون منتحس ومزاج وضعيف فعشان هيك يصلح لهذا الأمر ولكن الأفضل اللي هي عملية قصة شعر التجميل والصبغ هو يصلح للقصة العلاجة فقط لا غير أما بالنسبة لمطعم كورونا مطعم كورونا ما فيه أي مشاكل عليه بالعكس الفترة مناسبة جدا إلا فترة خلو المسار طبعا ما حدا رح يخذ اللقاح في فترة الفجر فعشان هيك الأوقات مناسبة لهذا الأمر وما فيه أي مشاكل لهذا الأمور ممكن شوي تشعر ببعض ارتفاع الحرارة أو ألام في مكان اللقاح وهذه ممكن إما تستشير طبيب عشان يعطيك أدوية له دهون على أساس أنه مضاد حيوي بيندهن مكان الإبري أو للإحتياطات بعض الأطباء بنصحه بحبة أنتيهستامين عشان تهيج إذا كان تحسس الأمر فبعطوه حبة أنتيهستامين لهذا الموضوع بالنسبة للقمر بما أنه موجود أو رح ينتقل لبرج الأسد معنى تخلوه المسار القادم رح يكون يوم الخميس يوم عشرين واحد فبيبدأ في تمام الساعة ثمانية وخمستعشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين ودقيقة عصرا لينتقل القمر لبرج العذراء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل لأنه رح يكتمل وينحسر فعشان هيك بس هو رح ينزل لغاية ثمانية وتسعين في المية خلال هذا اليوم طبعا في الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة عصرا من عصر هذا اليوم بتوقيت جرينتش بصغير سبعت عشر يوم نسبة الإضاءة ثمانية وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد منتحسه بنسبة عشر في المية القمر في السرطان وبدو ينتقل للأسد ورح يمكث في الأسد لغاية يوم عشرين واحد منتحس بنسبة خمسة عشر في المية الآن في ساعات المساء أو بساعات الصباح بصير منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات الظهر بيرتفع نحوسته لغاية ستين في المية يعني بكمل من ساعات الظهر وما بعد أكثر من ستين في المية انتحاسة يعني بتكون تحسبه أنه نسبة الانتحاسة بترتفع من خمسة عشر في المية لغاية ستين في المية طيلة النهار أما بالنسبة لعطارد في الدلو واللي بيتراجع حتى يوم ستة وعشرين واحد ومن ثم رح يرجع للجدي لغاية يوم أربع اثنين هو منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية الظهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في القوس حتى يوم أربع وعشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% قرنص في الدورة حتى يوم 24-8 منتحس بنسبة 10% الآن ولكن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% اللي هو بعد ما ينهي عملية التراجع تماما بالنسبة لنبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجذي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر لغاية ساعات الصباح هو موجود في برج السرطان يعني بيتك الرابع فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة مثل الأيام الماضية فما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن دون فترة خلو المسار يعني فترة خلو المسار ما بنصح أنا لمشتريات أو ترتيبات مشتريات جديدة أو أشياء للبيت إلا في فترة ما قبل خلو المسار أو ما بعد خلو المسار أهم شيء من الآن لغاية ساعات الصباح خصص فترة جيدة للاهتمام بمتطلبات العائلة والاتفاق والتوافق ما بينكم بيكون أفضل في الفترة هاي ممكن يكون فيه نوع من أنواع الارتباط المهمة بينكم زي لقاء عائلي مثلا أو مناسبي أو حدث معين في ساعات الصباح بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم القمر رح ينتقل للبيت الخامس يعني بمعنى آخر بيت الحظ المطلق بالنسبة لكم فرح تعيشوا لحظات سعيدة وناجحة خلال هذا اليوم رغم أنه منتحس القمر شوي ما رح تشعروا بيها بكامل ولكن أنه برضو فيها نوع من أنواع الانفراجات والتطمينات والرومانسيات ولكن حاولوا أنكما تفرضوا رأيكم على أحبائكم وتتحكموا فيهم وخصوصا الأبناء برجة ثور بتنشطوا في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرة على الطرقات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وممكن تتمتع بطاقة فكرية ولكن حاول قدر الإمكان إذا كان الامتحان في فترة خلوة المسار إنك ما تعتمد حلل الحظوظ وتدرس وتستعد بشكل جيد اليوم هذا تقدر تدافع عن مبادئك من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن بدك تنتبه لكلامك بشكل جيد من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع فعشان هيك بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية والاهتمام بالعائلة أو بشؤون البيت ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي أو مناسبة معينة هي اللي تلفت انتباهك ويكون لك الاهتمام الأكبر فيها بس أهم شي ضبط الأعصاب ما في داعي للمشاكل العائلية أو الخلافات أو أنك تحتد وتتسرع في بعض الأمور برج الجوزاء طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في السرطان يعني بيت المال البيت الثاني لعلكم مثل الأيام الماضية رح يظل فيه اهتمام بالأمور المالية مثل سداد ديون أو استحقاقات أو ترتيب فواتير أو يعني بتحاول أنك ترتب وضع مالي معين فيه ناس منكم طبعا رح يدخل فيه مرحلة اللي هي حب الشراء أو التسوق بالفترة هاي بأشياء ما لها أي فائدة ولكن هي نزوات احنا منسميها بدكوا تحدوا منها قدر الإمكان في بعض الأشخاص ممكن يحصل على هدية أو جائزة خلال هذا اليوم أو نوع من أنواع الدعم أو يحصل بعض الأموال اللي لا إله أو اللي بتكون يعني بتكون بيكون مدينها لأشخاص فممكن أنه يحصلها طبعا خلال فترة قلو المسار ما تتخذوا أي قرارات حاسمة الهلاقة بالأمور المالية في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور الهلاقة بالتناقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وعندكم سرعة بديهة عالية وقدرها على الإقناع عالية بشكل كبير ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة في ساعات الصباح بده يركز بشكل جيد لأنه ما يعتمد على الحضوض بشكل كبير وأهم شيء أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات أثناء التناقلات برج السرطان طبعا القمر بما أنه موجود عندكم معناته الأجواء جيدة الآن خلاص ألقى بنوره بالكامل صحيح أنه لأنه نحوسته شوي بتدخل بعض الأشخاص من ولي برج السرطان في حالة زي الاكتئاب أو حتى شوي التقلبات بالمزاج أو خوف من بعض الأمور فعشان هيك نقول لهم لا اطلعوا من هذه الحالة ما تفكروا في هذه الأمور ما تخلوها تسيطر عليكم الأجواء إيجابية وداعمة بشكل كبير وممكن اليوم تحقق انتصار أو تظهر بعض المزايا الرائعة تلفت أنظار الجميع وخصوصا من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن في فترة تخلوه المسار حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة أو أنك شوي تكون متسرع ببعض الكلمات أما من ساعات الصباح الأجواء بتتغير بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بضبط الميزانية التركيب وضع مالي أمور استحقاقات مالية دفعات مستردات مالية أهم شنكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أو التبذير لأنه هذول الثلاثة هم اللي يكونوا علامة استفهام عليهم في فترة وجود القمر في بيت المال برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الأجواء ما زالت ضاغطة مثل اليومين اللي مضوا القمر موجود في بيت المتاعب ما زال يعني ضاغط عليكم من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتشعروا أنه التعب لسه مسيطر عليكم هيك ما لكوا رغبة بالاختلاط ما لكوا رغبة بالكلام طاقتكم ضعيفة بعضكم ممكن يشعر بتوعوكات صحية فعشان هيك ما نقول لكم من الآن لغاية ساعات الصباح انجزوا فقط ما بوسعكم من الأعمال العاجلة والضرورية واخلدوا للراحة يعني ما تعول على شيء أنه ممكن يحصل من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأن القمر رح يوصل عندك فرح بالتدريجة تحسوا أنكم تلاقي طاقة نشاط وحيوية رب تنقلب كثير من المعطيات والخيارات والتوجهات لا وضع بناسبك أكثر وبناسب وضعك الحالي اليوم أنت رح تتمتع بقدرة على قلب المعطيات لصالحك بشكل تدريجي يعني من ساعات الصباح مش زي ساعات العصر يعني ساعات العصر أكيد رح يكون أفضل وأقوى فعشان هيك أجل كل الضروريات لغاية ساعات الصباح برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا لأن القمر ما زال في بيت الأصدقاء لغاية ساعات الصباح وممكن تلتقوا بعض الأصدقاء أو تتواصلوا معهم ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أي أحد بالفترة هاي ضبط الأعصاب مطلوب ممكن أن يكون فيه نوع من أنواع الفرصة المناسبة الليلة من لقاء اجتماعي أو الاتصال لطلب مساعدة من أحد الأصدقاء أو المعارف طبعا في فترة خلو المسار بدك تمسك أعصابك ما توجه أي انتقاد لأي أحد اضبط أعصابك جد ما بتقدر لأنه أنت مقدم على فترة خلو المسار وبعد خلو المسار القمر رح يصير في الأسد بيت متعبة فعشان هيك بتكون تضبطوا أعصابكم فترة خلو المسار وبرضو حاولوا في فترة ما يوصل القمر في ساعة الصباح لبرج الأسد انكوا تضبطوا أعصابكم من أصحتكم في نفس اللحظة وحاولوا ما تبالغوا بجهدكم الجسماني لأنه رح تدخلوا فترة غير مريحة فتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنكم اتوقعوا على عقد خلال هاي الفترة وما تحسموا أمر الفترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بتتركز جهودكم اليوم يعني من الآن لغاية ساعة الصباح على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل إنجاز بعض الأعمال ترتيب وضع عملي معين اتصال بمسؤولين أو بشخصيات معينة أو المسؤول عنك في مكان عملك لأمر هام بوسعكم إثبات جدارتكم والدفاع عن مصالحكم أهم شي انكم تحافظوا على سمعتكم ما تدخلوا بأي مخالفة ممكن إنها تشوه السمعة ممكن يكون لكم بعض الاهتمامات يعني بسبب أو بآخر بأحد أفراد العائلة تهتم فيه أهم شي زي ما حكينا من الآن لغاية ساعات الصباح لا تجازف ولا تغامر ولا تخالف القوانين من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في بيت الأصدقاء بالنسبة لك هذا بيت ممتاز جدا رح تنشطوا بين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو حتى يكون فيه لقاء ما بينه وبين صديق قديم أو اتصال معين الأجواء جيدة وداعمة لك من ساعات الصباح وخلال الأيام القادمة عشان هيك أجل أي شيء مهم بساعات الصباح أو ما بعد الصباح بيكون أفضل والوضع بيكون مناسب أكثر برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة برضو مثل الأيام الماضية لغاية ساعات الصباح ولكن اللي بدوا عنده تنقلات أو عنده سفر خلال هذا اليوم من الآن لغاية ساعات الصباح بدهم يكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة خصوصا في الشوارع المفتوحة وأثناء إذا عندهم سفر برضو بدهم يتفقدوا أوراقهم وأمتعتهم وكل حاجياتهم لأنهم ممكن فجأة لنخلوهم مسار ينسوا أو ما تمشي الأمور أو يلتغى الحجز أو تتأجل الطيارة فعشان هيك بدهم يكونوا حريصين على الوقت وعلى النظام فترة تعتذر من الآن لغاية ساعات الصباح ما زالت فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من بعض التقلبات الصحية اللي بتيجي بشكل مش متوقع من ساعات الصباح القمر رح ينتقل يصير في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فبتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبرضو هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يدخلوا للمسؤولين يقدموا أوراق أو طلبات معينة أو أعمال اللي يكافؤوا عليها فهذا يوم مناسب لأهاي الأمور اتجنبوا بس الخلافات واسعوا لتلطيف الأجواء وحاولوا أنكم ما تشوهوا سمعتكم بأي تصرفات برج القوس طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن فعشان هيك بيظل التركيز على ضبط الشؤون المالية المشتركة رغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ممكن تنهمكوا في بعض الأمور المالية ممكن تسارعوا لتصحيح بعض الأخطاء استعادوا ثقة الآخرين أو تناقشوا ببعض الاستردادات أو ترتيب الوضع المالي أهم شيء أنه تبعدوا عن أي اتخاذ قرارات حاسمة إلها علاقة بالوضع المالي من اللي هي فترة خلو المسار من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما فعشان هيك بنصح أي شيء إلها علاقة باتخاذ قرارات أجلولا ساعات الصباح بيكون أفضل لأنه من ساعات الصباح القمر رح يصير في البيت التاسع بيت حليف لا إلك فرح تنشطوا في أمور العلاقة بالاتصالات البعيدة والسفر أو سفر بعيد منك أشخاص ممكن يسافروا أو تواصلات أهم شيء تكونوا أكثر واعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اللي عنده امتحان أو مقابلة في ساعات الصباح الأجواء شوي ما يعتمد فيها على الحدود لأنه القمر شوي مش بشكل قوي مناسب يعني الأيام القادمة بيكون أفضل ولكن إجمالا الأجواء رح تصير إيجابية كثير قرج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة زي الأيام الماضية من الآن لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال مقابلكم تماما فعشان هيك بتقدروا تستغلوا هاي الساعات لا بحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة أو تعزيز العلاقة ما بينكم وبين شركائكم وخصوصا ما بينكم وبين أزواجكم أي الفترة مناسبة للمصالحة وللتقارب أكثر في فترة خلو المسار بيزيد التوتر أكثر لأنه أنت تعرفوا لما القمر يكون مقابلكم طاقتكم بتكون ضعيفة ففترة خلو المسار بتصير فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة إذا فقدت السيطرة على نفسك من عصبية وكلام ما إلو داعي من ساعات الصباح الأجواء بتتغير لأن الأجواء رح ينتقل القمر ويصير في البيت الثامن فهنا الأمور رح تتجه باتجاه الأمور المالية فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وبتقدروا تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرة أهم شيء تحاولوا تنفيذها دون تردد وحاولوا أنكم ما تلتهوا بالأمور الثانوية نعني الأجواء لها علاقة بالأمور المالية بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت السادس بدو ينتقل في ساعات الصباح في مقابلكم المقابلة يعني بدو يصير مقابل برجكم تماما فإنتم مقبلين على أيام يعني شوي ضاغطة بدكوا تركزوا فيها بشكل جيد من الآن لغاية ساعات الصباح رح يضل برضو أمور العمل والتفكير بالعمل وإنجاز العمل تراكم الأعمال أو تقصيرك في إنجاز بعض الأعمال هاي الشغل الشاغل لقسم كبير من موليد برج الدلو القسم الآخر هو بيهتم بالأمور الصحية أهم شيء أنه تحاولوا أنكم تديروا بالكواع صحتكم وما تدخلوا بأي مواجهة مع زميل العمل أو بمشاكل إلها علاقة بالعمل ممكن اليوم يعني من الآن لغاية ساعات الصباح اللي عندهم نهار تكثر عندهم اللقاءات والاجتماعات والتحضير لورشة عمل معينة أهم شيء الانتباه للصحة من ساعات الصباح طبعا الأجواء راح تصير إلها علاقة بالشراكة فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم أهم شيء شراكات المال أو العاطفة طبعا بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر شركائكم بهاي الفترة بتكونوا تحذروا من الخلافات وحاولوا أنكم ما تضخموا الأمور يعني بتكونوا منطقيين وعقلانين بدون مشاكل وبدون أي مجهزفات خلال الفترة هاي برج الحوت ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم ما زالت الأجواء جيدة ودعمل لكم لغاية ساعات الصباح بالتقرب من الأحبة بالتواصل مع الأحبة تعزيز العلاقة معهم بالتقرب للأبناء أو الاهتمام فيهم أو بصحتهم أو بمتطلباتهم أول يعني حاولوا تفهم وجهة نظرهم وما تبلغوا في طلباتكم منهم اليوم بعضكم ممكن يحتفل يعني من الآن لغاية ساعات الصباح يحتفلوا بإنجاز أو بانتصار أو بنوع مو علاقة أو ازدهار علاقة في ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس عشان هيك بتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر في هاي الفترة وبرضو بتكن تنتبهوا لأعمالكم لأنه في عادة لما بنتقل القمر للبيت السادس هي مراحل المقابلة للبيت السادس والسابع والثامن الآن بيبدأ العمل بتراكم بصير في بعض المشاكل في العمل مشاكل مع الأشخاص اللي بيعملوا معاكم أو بيساعدوكم زملائكم العمل ما بتمشي بسهولة بتجدوا في بعض التعطيلات لإلهاق عشان هيك بدأت اكرار المحاولة أهم شيء تنتبهوا لصحتكم بشكل جيد بالأيام القادمة ممكن تجدوا صعوبة في إنجاز كثير من الأمور ما تحبطوا بالحكس هي فترة مؤقتة مدتها هذا الأسبوع وبعديها بتتجاوزوها يعني مش مدة طويلة إنها تدخل بمراحل اكتئاب صحيح إنه الشمس بتقترب للدلولة بيت المتاعب يعني أنتم مقبلين على أكثر من مرحلة ولكن حاولوا إنكم تكونوا يعني تقدروا تأخذوا بالنصائح اللي أنا بعطيها هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء